الجسر الهولندي في مدينة النصرية جسر حيوي يربط محافظتي ذيقار وميسان يعاني من تشققات اسفلتية ومشاكل فنية كبيرة تجعله معرضا للانهيار في أي لحظة يعني هذا الجسر من دون وحيد المحافظة بالنصرية كل شعبه كل شعبه كل شعبه منه حسابق المدارس مكتاز المدارس ماكوه ما يصيك أبدا ما لك ما حضر جي يعني ننطر نفطر من ناقل نجي كل شعبه تعبنا وكل شعبه يعني ذا طبلها ستروح لغاد تشوف كل حفره والله العظيم يعني هاي السيارات الصغارة كل شعبه متأذية احنا كل شعبه نهل التاكسيات مشكيل كمو من الجسر هذا اول شي مفلش ويومية جايبينهم ثلاثة شاس ميتة أربعة وحطوهن وطاحش وعلى يا ساحة تطيح بيه شيارة على يا ساحة ينهدم بسيارة من هاي الكبار وتتكود بالهولندي تسمح ومشبب ازدحامات تعبر يوميا على الجسر الهولندي مجبرة آلاف السيارات بالرغم من تهالكه نهيك عن الحركة الكبيرة للمشات عليه لكن أرواح المواطنين المهددة لم تشفع له أمام الجهات المعنية التي تهمل إصلاحه وترميمه يجون هنا بس يصبونه لو احنا نجي من أهل العلاوة واللمسميت ونصبه بدينه لو سبيس ندفله بقرده أو هذا الجسر مواجهة كارثة يعني ذا نهار وهذا يسوي له كارثة إنسانية بحق الشعب العراق بحق الناصرية عوده بعدين يستنكر المحافظ يستنكر سيد مونير يستنكر مدير البلدية مدير هذا ابو الجسر والطرق والجسور هذا بعدين عوده يستنكر السلطات الحكومية تقر بتضرر الجسر بشكل كبير وبحاجته لعمليات ترميم شاملة وعاجلة لكن إقرارها بالأمر لم يحرك ساكنا حتى اليوم تتم إجراء مال صيانات متكررة على الجسر إلا أنها صيانات ذات مبالغ قليلة لا تفي وحجم الأضرار التي تحصل فيه الحاصلة أو التي تحصل فيه الجسر مؤخرا حدثت أضرار فيها الجسر وتم صيانتها من قبل كوادر المديرية طرق وجسور ذيقار الكوادر الصيانة والجسر حاليا يعمل إلا أنه يتطلب إجراء مال الصيانة المتكاملة لهذا الجسر الجسر الهولندي الآيل للسقوط أحد المشاريع الخدمية في العراق التي تشكل إهمال والتقصير الحكومي منذ عام 2003 وقد باتت لا تعد ولا تحصى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر